للمرة الأولى في 13 عاماً تتراجع أرباح شركة التكنولوجيا العملاقة أبل عفواً تتراجع الإرادات للمرة الأولى في 13 عاماً وللمرة الأولى على الإطلاق تتراجع مبيعات الآيفون ما الذي يحدث لهذه الشركة الكبيرة الكثير من المخاوف يطرحها المستثمرون اليوم هل وصلت إلى قمة هذه الشركة وصلت إلى القمة ولا يمكنها إضافة المزيد ولا يمكنها النمو بنفس المعدلات السابقة أم هل وصل السوق الهاتف الذكية إلى مرحلة من التشبع كل هذه المخاوف تعكسها هذه النتائج التي نظر عليها بداية من الإرادات التي تراجعت بـ 13% إلى 50.5 مليار دولار من 75.9 مليار في الربع الأول وبالمقارنة مع الربع المقابل من العام الماضي التي سجلت فيها 58 مليار ليس هذا فقط الشركة أيضاً في توقعاتها لأرباح الربع الحالي من العام قالت أنها ربما لن تحقق أكثر من 41 إلى 43 مليار أقل كثيراً من التوقعات التي تشير إلى 47 مليار بالنسبة للإرادات في الربع الثاني ونلاحظ كيف جاءت وتوزيعها الجوغرافي يعني 10% تراجع في أمريكا 5% تراجع في أوروبا الصين والتي شكلت في الفترة الماضية دافعاً كبيراً لنمو الإرادات ونمو الأرباح في أبل تأتي متراجعة بـ 26% على العكس اليابان يمكن هي الوحيدة التي سجلت هذا الارتفاع في المبيعات 24% وباقي الدول تراجع أيضاً 25% إذن لاحظنا أيضاً ليس فقط تراجع نبيعات الآيفون ولكن بأرقام مزدوجة تراجعت نبيعات آيفون وآيباد وكذلك ماك وأيضاً إذا ما لاحظنا الارتفاع جاء فقط من الخدمات تراجع آيفون 18% تراجع آيباد بـ 19% تراجع الماك بـ 9% وارتفعت خدمات أبل بحوالي 20% ربما هذا هو الاتجاه الجديد السائد داخل أبل والذي يحقق الأرباح ولكن هل يعود هذا مبيعات الآيفون ومبيعات الهاردوير هذا طبعاً سيكون في منتهى الصعوبة بالنسبة للمبيعات في الربع الثاني كما ذكرنا الآيفون تراجعت بـ 16% الآيباد متراجعت بـ 19% الماك متراجع بـ 12% الأرباح الإجمالية إذن قلقنا نظر عليها أيضاً هي متراجعة بحدود 16% إلى 19.9 مليار بالمقارنة مع 23 مليار و 600 مليون دولار كان قد حققها في الربع المقابل من العام الماضي الأرباح الفصلية جاءت متراجعة بـ 23% إلى 10 مليار ونصف المليار دولار بالمقارنة مع 13 مليار و 600 مليون دولار في الربع المقابل من 2015 إذن ربحية السهم أيضاً بطبيعة الحال تتراجع إلى دولار و 90 سنتاً بالمقارنة مع دولارين و 34 سنتاً في الربع المقابل العام الماضي وأيضاً 3 دولارات و 30 سنت في الربع الماضي أو الربع الأول من 2016 الأصول في أبل ارتفعت بحدود 5% إلى 305 مليار فصل 2 وأيضاً إذا انتقلنا إلى الديون وهناك تغير في ديون أبل وارتفاع بـ 24% إذن الشركة حالياً تواجه هذا التحدي الكبير بدايةً مع صدور هذه الأرقام وفي ساعات ما قبل تداول انخفض السهم بحدود 8% إذن هناك حالة من الخوف لدى المستثمرين هل وصلت هذه الشركة إلى قمة ما يمكن أن تقدمه وهل وصل هذا النمو إلى مستويات لا يمكن الحفاظ عليها طبعاً أبل فيه تحدي ضخم وسنلاحظ في الفترة المقبلة كيف ستتصرف إدارة أبل بكريدة تيم كوك وكيف ستتفاعل مع هذه التحديات ترجمة نانسي قنقر